ومن أعجب ما جاء في السيرة محاجاته السيدة أم أيمان رضي الله عنها خدمة سيدنا رسول الله سلم بتقول أن رسول الله سلم كان في خلصة واحد أنها رأت رسول الله سلم فضحك لها ده في الغزوة فضحك لها ولزيك احنا لابد أن احنا ننتبه إلى هذا التواصل غير اللفظي انتباه مهم جدا جدا ولزيك رسول الله سلم يقول الجابر ابن عبدالله البجلي ما رأيته رسول الله منذ أسلمت إلا وتبسم في وجه فالإسلام بأكله فرح وبهجة وزيك رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفي السيدة عائشة فكرة إيه فكرة تواصل غير رفضي لحدتنا بتقول إيه على طول رسول الله سلم يقول طول من تقل رسول الله إلا وهو بين صدري ونحري كان نايم هنا على صدري طول سيدة رسول الله سلم يكلم على السيدة عائشة عشان بس يكلم على التواصل الجسد يقول لا تحدثوني عن عائشة فإني لا بيأتين الوحي إلا وأنا في حجرها إنتوا فهمتوا إيه بقى من إنه رسول الله سلم بينزل علي الوحي وهو في حجر السيدة عائشة وهو رأسه في حجرها إيه اللي حاصل إن هي مكانتها عالية فرسول الله سلم يأمن على هذه الرأس الشريفة الكريمة إنها تكون في حجر السيدة عائشة إيه ده؟ فمسألة إنه يضع رأسه في حجرها أو إنك تقعد جنب زوجتك وإنتوا بتتفرجوا حاطت إيدك على كتفها كل الكلام ده مهارة مهمة جدا 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 أو إنك تقعدوا إنتوا قريبين من بعض بيبان أواق عندنا في جلسات الإرشاد الزواجي لما يكونوا قاعدين جمي بعض ولما يكونوا في زاوية منفرجة وفي زاوية بعيدة عن بعض خالص فبيباني العلاقة بشكل واضح نعمل إيه بقى عشان نقدر نكون ماهرين في الخطوات دي هنجي بورق وقلم وعن نبتدي بقى ننتبه لأن أول خطوة من خطوات هذه المهارة الانتباه لحواسك أقول لكم حاجة أحد أهم الأشياء التي تتعلق بالتزان الشخص إنه هو يكون حاسس بحواسه في ناس كتيرة لا بتحس بجسدها ولا بتحس بيعنيها ولا بتحس بودنها ولا بتحس بأيديها لازم تتدرب إن أنت تحس بحواسك لازم تنتبه وتنتبه لطرق تعبيرك عن نفسك وترق تعبير شريك حياتك عن نفسه وتنتبه لوضعية شريك حياتك وحركاته ولغة جسد وتعبيراته وإزاي التواصل البصر اللي بينك وبينه وأثناء تعبيره لازم تشوف ده لو ما انتبهتش لده هتبقى الدنيا فيها حالة صعبة شوية تاني حاجة كون على دي رأي بلغة جسدك وقم بتعديلها حسب الحاجة يعني إيه اللي حاصل أنا دلوقتي أنا وبتكلم كده وعايز أقوله عن كمل الكلام فقلت له بس كده وأنا عايز أقوله بس كده اسكت لكن كده يبقى بالراحة عن كمل الكلام بالراحة شايف فرق اسكت وفرق كده ففيه واحد دايما بيستخدم ده لأنه دايما بيخاف فبيعمل كده فأنا لازم أنتبه وأغير من كده إلى كده لو أنا بتدايق من الصوت العالي بلاش أعمل كده لكن بسط الإيدين بيحسسوا إن هو إن أنت عايز تجمل بس بهدوق شوي فتخلي بالك تخلي بالك من طريقة تعبيرك الجسدي وإنت بتتعامل مع شريك حياتك فخليك دايما مركز إن زوجتك عايزة تحس بالأمان فبلاش تتكلم إيه بلاش ده بلاش تشغل من الصباح ده لكن لو عايز تعمل حاجة شاور بأيديك كلها عايز شاور بكده بس ما تشاورش كده كده بيخوف الصباح ده بيخوف فزوجتك تحتحس على طول لو أنت بتحسسها بالأمان إن أنت بطالة إن أنت أو أنت بتكلمها لغة الجسد بتحسسها بإيه براحة فتحس إن هي إيه بتتحامى فيك وإيه بتتكلم كده بتتحامى فيك يبقى انتبه وعدل من لغة جسدك بناء على إنك أنت منتبه لده تالت حاجة حافظ على التوصل البصري أنت بتكلم زوجتك أنت بتكلمي زوجك حافظوا على إنكم تبصوا في عينين بعض تعرفوا إحنا عندنا تدريب لما بنيجي نضرب الأزواج عشان لما يكونوا بينهم مفاجوة نعمل إيه نروح خليهم يكتبوا احتياجاتهم ونخليهم يكلموا بعضهم ومبصين في عينين بعض تعرف بيقول لنا إيه بيقول لنا زمان بقالي زمان مبصتش في عينين زوجتي وأنا بقالي زمان مبصتش في عيني لدرجة أن أنا نسيت لون عينيها إيه لدرجة أن أنا من نسيت نظرة عينيه بيبصت إزاي فانتبه لمشاعر متحدث لأن الداهي هتكتشفه لما تكلمه وانت بصص في عينيه ومركز في كلامه وهو واحد منكم يقول أصلا أنا بخجل لا 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 خالص ده الخجل ده ده نوع من أنواع العروب مفيش حد عايز يبقى قريب من حد ما يبصش في عينيه وبلاش تتشغل وانت بتتكلم بالموبايل ولا بالتلفزيون وانت بتكلمه ده بيقدي رسائل وحش سيئة جدا 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 فلازم نتعود أننا نبص في عينيه زي ما أنا بصص في عينيكم دلوقتي طب أنا بصص في عينيكم ليه دلوقتي بصص في عينيكم اللي أننا عايز أكلمكم حريص عليكم بحب الكلام معاكم لما الناس تعمل كده ده أكدنا أنا وبكلمكم هنروح تسيبت الكلام معاكم والتفتق إلى البرق ده إيه لا يا حسن أنت نفسك هتتداق فلازم تبص في عينيه اللي بتكلمه